لا جديد في ذكرى بدء عملية احتلال العراق سوى المزيد من الخراب لهذا البلد على مختلف الأصعدة الغزو الأنجلو أمريكي دخل عامه السابع عشر إذ لم يغير تعاقب السنين حقيقة الغزو الذي اتخذ قراره استنادا إلى تقارير مضللة بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وخطره على العالم برمته بينما حقيقة هذا الغزو لم تكن خافية على أحد والتي شكلت المطامع الأمريكية البريطانية بثروة العراق النفطية الهائلة أحد أبرز الأسباب لغزوه بالإضافة إلى دوافع الغزو الأخرى المرتبطة بعوامل سياسية وتاريخية سنوات الاحتلال التي بدأت مآسيها على العراقيين منذ العشرين من آذار عام 2003 حملت معها شتى الفاجعات للشعب خسائر بشرية قدرت بأكثر من مليون قتيل ومصاب وملايين المهجرين وخسائر مادية قاربت تريليون دولار وعنف طائفي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2007 ولعل تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية عن حرب العراق كان أحد الأدلة على بطلان شرعية غزوه تقرير تشيلكوت أكد أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أقنع نفسه بأن هناك أسلحة دمار شامل في العراق رغم تقارير استخباراتية سرية أثبتت أن ذاك عدم وجود مبرر لقناعته وذكر التقرير أن اتخاذ قرار الحرب في بريطانيا كان مستندا إلى أوهام روجها الأمريكيون حول امتلاك النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل ليتبين بعد ذلك أن لا أثر ليوجودها كما روج الإعلام الغربي طيلة سنوات الحصار المفروض على العراق احتلال العراق حوله إلى دولة فاشلة ووضعه على لائحة الدول الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط بحسب نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق وليام بيرنز العراق كان وطنا سلبه الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي فجاءت تظاهرات ثورة تشرين لاستعادته وتدارك ما يمكن تداركه إذ ما زالت الفرصة سانحة أمام هذا الحلم العراقي